موسيقى معالي بابر هناك ناس تأخروا واخرون في الديمقراطية ولا يؤمنون بالخيال الديمقراطي على ما يبدو رغم أننا نسمع من جنات الملك كلاما جميلا في الإصلاح والديمقراطية ما هي أسباب هذا التأخر على أنظر الواقع يا سيدي أسبابها بالإضافة لما تفضلت في الأخت عبلة أن قوى الجمود والمحافظة والدولة العميقة تسيطر على البلد بقبلة رهبة أنت يعني استخدام جلالة الملك لمصطلح التدرج يتم التلاعب فيه بشكل واضح أنا ماشي من قوى الجمود وقوى المحافظة يعني أنا أتمنى أن يستجيب ربنا لدعاء الأردنيات بأن يلهم جلالة الملك وأن يرزقوا بطانة صالحة اليوم أو بكرة لأنه ما في بطانة صالحة البطانة اللي مأخوذة من البطن يا أخ مهنة هذه محافظة ليست مع التقدم ليست مع الحداثة ليست مع الديمقراطية ليست مع التعددية السياسية هذه القوى التي تهيمن على المجتمع الأردني هذه القوى التي لا تقبل شريكا وتقصي كل ما عدها أنا بدي أشير لك لمسألة القوانين والإصلاحات اللي صارت الحكومة البرلمانية في تعديل دستوري أشار للحكومة البرلمانية فرغوا من محتوى لدرجة أن من ينازع البرلمان في اختيار رئيسه كيف يمنح للبرلمان أن يختار رئيس الحكومة رئيسه مش مخلينه شكى وحكى رئيس مدلس النواب سعداء السرور على الفضائيات ما بعرف وين حكى بس كل الناس سمعته قد يصار فيه تدخل من الديوان ومخابرات من هون ومن هون مشان يحولوا دونه ودون أن يصبح رئيسا دعما لواحد آخر والله لو نجح الآخر لأغلق البرلمان بعد ثلاث شهور قصة ما بصير أنتج النخب هاي اللي نحكي عنها القوى الاجتماعية هذا انتاج المجتمع هذا مش انتاج المجتمع لا يا سيدي النخب هذه لم ينتج المجتمع هذه نخب مزورة زوروا الانتخابات كما تم في الماضي تم الآن زوروا الانتخابات وصدروا نخب النخب ما بتيجي انت بتركب لواحد رجلين من خشب وأجنحة من شمع وبتطلقوا وبتقولوا انت صرت نخبة شوف النخب انت انا بتعطيك مقطع عرضي بسيط شوف الدائرة الثالثة في عمان لما كانت تقدم لك عبد الرحيم ملحس وليتش بيلات وتجان فيصل وطاهر المصري نفس القانون وطاهر المصري ومندوح العبادي واسميلك كانت تقدم علي أبو الراغب مين بدك كمان خليل حددين فخر قعوار ابراهيم زاد الكلاني كانت تقدم إزلام وستات أيضا مع الاعتذار ناس مش مشتبعين ألو الآن انت أنا يعني بأنسب لشعب الأردني يعقد مقارنة بين دائرة الثالثة سابقا والآن بين الطفيلة سابقا وكل محل كل محل هوت هوت النخب لأنهم حاولوا يصنعوها في دوارق النخب ما تصنع في دوارق كيف يستصلح المجتمع نفسه بالأخير هل يمكن المجتمع أن ينقض نفسه في هذا الاتجاه يا سيدي زي ما قالتو معكس رحيم مجددا هي موازين قوى قوى الحراك الموجودة في الشارع شعارها الأساسي شعارها الأكبر مكافحة الفساد أوراق جلالة الملك النقاشية أفكار جلالة الملك لا يصوها لا يكتبها يعني فيه كتبة في الديوان في ثمان آلاف كلمة وردت كلمة الفساد مرة واحدة هذه كلها بتدل على أن القوى المحيطة البطانة ليست في وارد الشارع قوى غريبة عن الشارع قيادات أدارة ملفات بعقل قديم بعقل قديم وعقيم أدارة ملفات شو ملف العشائر شو مستشارية العشائر إلها سنوات طويلة بتلجأ لأساليب غير تقليدية نعم ملف العشائر ملف الأحزاب ملف الإعلام ملف الانتخابات كل الملفات هذه في حالة جمود تم تجميدها وضحها في الفريزر تحت دريعة تحت دريعة التدرج التدرج مش شيك التدرج مش جمود إن شاء الله ننتهي إلى إصلاح أفضل وأنا أضم صوتي إلى صوتكم وصوت كل الأردنيين أن الأردنيين يستحقوا أفضل من ذلك فيما يتعلق بالإصلاح والديموقاطية وحتى في قوانية انتخابات وممثلية ومداخل قباط البردامان ترجمة نانسي قنقر